اشتركوا في القناة مع جاستن لونغ القصة الفيلم شابة تأجر بيت عن طريق استخدام تطبيق اير بي ام بي ولكن تكتشف ان هناك شي جدا غريب في هذا البيت يا جماعة الخير يوم ذكرت لكم قصة الفيلم كانها شي ويد بيسيك شي ويد مبسط لن يبقى يكون غامض لان هالفيلم دي صراحة تنخدعني وابيكم انتوا بعد تنخدعون لا تشوفون التريلر اما راح احط لكم اي مقطع من التريلر وحتى راح احط لكم اي صورة راح اكون حذر لابعد حدود في اختيار الصور لما تكلم عن اي شي معين باربيرين بالنسبة لي هو اقوى فيلم راعب شفته لحد الان للامانة انا ما توقعت ان هالفيلم صجي خدعني يعني شو يا جماعة الخير لما شفنا فيلم راعب وايد اوكي عندكم توقع معين مثلا شنو راح يصير في الفيلم شنو الشر الايفل في هالفيلم دي باربيرين خدعني لان في البداية انا حسيت شي معين عقب تغير احساسي عقب انصدمت عقب استوعبت وفي النهاية قلت ينوات هالفيلم جدا ذكي حتى ان هالفيلم رعب وفيلم رعب بس هدف ان تخوف المشاهد هالفيلم ترى ذكي لانه يعني نقز على المواضع معينة بشكل سريع في اطار الرعب وفي اطار الاثارة والتشويق خنقول التوتر وحبس الانفاس ومنحين اقول لكم ان حوالي خمسين بالمئة من المشاهدين راح يشوفون هالفيلم دي راح يشوفون ان هالفيلم عادي ما يخوف او فيلم جدا سيء والنص الثاني بيكونوا معايانه بيشوفون ان هالفيلم دي صراحة جدا قوي وفاجأة سارة في عام 2022 انا صراحة فرحان ان هالسنة عندنا فيلم سمايل وايد حلو سكريم باربيرين وبعد في افلام ايه في الدرب راح اتكلم عن ترى فاير 2 ترى عجبني بس يا الله شن هالفيلم دي تم عمله باتقان هايك الفيلم باربيرين ذكرني بانواع متعددة من افلام الرعب والمخرج والكاتب هني كان جدا واعي في دمج هالفيلم دي مع بعض او شن يخدع المشاهد بشعور معين واذا راح ابسطها لكم اكثر هيكل الفيلم جنه فيلم سايكو بس لا تخافوا انت راه هي مو بحرق لما تخلصون الفيلم عقبت شفين فيلم سايكو المخرج الاسطوري ألفريد هيتشكوك بتقول يونو وات فيه تشابه في طريقة عرض الشخصيات وشن الفيلم قدم نفسه للمشاهد قدم نفسه للمشاهد تحتها خط تصوير الفيلم مع الاضاءة والالوان والمشاهد الانتقالية عطتني شعور ان هالفيلم ذي جدا غالي تكلفته بالراحة فوق 20 مليون دولار او خليني نقول فوق 15 مليون دولار يوم شاكت ام دي بي انصدامت ان هالفيلم تكلفته 4.5 مليون دولار بس هنا شطارة لما المخرج عافي اختار مصور شاطر بحيث انه ممكن يدمج انواع رعب مختلفة في فيلم واحد الحين ترى الفيلم مو فاوضوي الفيلم ترى مو مبعثر الفيلم ترى محبوك بطريقة جدا حلوة وسلسة ان هالفيلم دي ممكن تقسمون الى قسمين ان قسم الاولي او ماي قاد القسم الثاني اللي في التبرد قلوني نواتيم كما عجبني وايد وبعد المحنكين السينمائيين في عالم افلام الرعب هالفيلم دي ممكن يتقسم بشكل مضبوط ومتوازن الى ثلاث اجزاء ثري اكتس لها الدرجة الناس كان جدا قوي في هالفيلم دي وعن مشاهد الرعب شوف يا جماعة من يبدل الفيلم بتحسون ان في شي غلط في هالبيت مع هالكاركتر دي مع البطلة بتحسون ان في شي خنقول غير طبيعي مع مرور الوقت وكشف الاحداث راحوا تحسون بتوتر راحوا تقولون يا الله شون دخلنا في هالموقف دي فالفيلم ما في جامب سكير ما في مشهد ينقز او يعطيكم شدي فاجعة مخيفة لا الفيلم في بناء مستمر للتوتر والقلق والشعور بالاختناق بس في مشهد معين قلت يا الله شنو اللي قاعد اطلاع لي حين شنو دي لها الدرجة دي انا الفيلم شفته مع عيال خالتي راشد الجودر يحب الفيلم الرعب وايد والخالتي فدايما يحل لما طالحنا فيلم لازم هو المحنك يقول لا بيصر شدي بيصر شدي طالع الفيلم خلاص قال يقول حمود هالفيلم كل بساطة جدا غريب ما توقعت اللي صار ما توقعت ان ما صار القصة وروح به الاتجاه لان الفيلم جدا خادم ونحن تمثيل الابطال صراحة ان كان ممتاز ما عندي اي نقطة سلبية وحتى الشخصيات المعروضة حاول الفيلم ان يعرض او يناقش نقاط معينة في كل شخصية مثلا معاملة الفقارة في امريكا بالاخص معاملة الشرطة للفقراء الفقارة يعني الهوملس اللي ما عندهم بيوتوا سكنون فيها وبعد حتى الشون يقول لك موضوع التحرش الجنسي بعد الفيلم يخليك بتفكر بافعال الشخصيات ليش هما يسوون هالشي هل هم طيبين هل هم اشرار هل هم انانيين الفيلم يحط لك في هالموقف ذي بس بالنسبة ليانا برر لي افعال كل شخصية انا ما شفعت ان الشي كان غريب فهمت اشه الشخصية سوت هالفعل ذي وما قدر اكرهها اتفهم ليش مئة بالمئة ما باريش في التفاصيل اكثر انا احس انها باحرق وما باحرق انا عليكم الفيلم ابيكم تشوفونا بس اجماعة الخير ارجوكم لا تشوفون التريلر لا تشوفون اي صورة متعلقة بالفيلم الاشاء راح احط لكم هني ما فيها اي حرق ابيكم تحسون بالشعور اللي انا حسيته باربيرين فيلم جدا رائع انا اشوفه افضل فيلم رعب لحد الان ان شاء الله بعد انزل فيلم رعب يعني احسن منه انا فرحان تقييمي الشخصي والثمانية ونص من عشرة انا شفيت الفيلم ثلاث مرات مع اشخاص مختلفين وكلهم قالوا هالكلمة المشتركة هالفيلم ذي غريب جدا بس غريب بشكل ايجابي ما يا جماعة الخير اشراكم في الفيلم كانت اقييمكم من عشرة وحق الناس اللي ما حبت الفيلم قلوا لي ليش اتفاهم اذا ما حبيته الفيلم اتفاهم اذا حاستيك ان فيلمين مختلفين صاير بس افلام الرعب لازم يكون فيها جرأة يعني يوم مثلا روبرت اقرز سوى فيلم The Witch وسوى بعد فيلم Lighthouse وكان شي غريب عن افلام الرعب المعتاد اللي انا احبه ترى ما عندي اي مشكلة بس طلع شي مختلف ومع الوقت صرت اقدر انها الافلام ذي نفس الشي اري استر فهالمخرج ذي للامانة صدامني بحيث ان حتششكت الام دي بي مالا ما سوى فيلم رعب قبل سوى فيلم بس رومانسي كوميدي ومثل في العديد من الاشياء بس يوم سوى هالفيلم ذي عجبني انه كان جدا واعي في كتابة النص وكان يبي يشوش المشاهد بطريقة ترفيهية ممتعة ما انصج انا حبيت هالفيلم عجبني وايد فكتبوا يرايك في قسم التعليقات واذا حبيت هالفيديو ذي اضطقونا لايك وسأونا شير وسبسكرايب وفعلوا بعض في وسائل التواصل الاجتماعي يلا يا جماعة تشوفكم على خير غريب اتكلم اكثر بس ابيهم يستنسون في الفيلم خلهم ينصدمون يا اشتركوا في القناة